اشتركوا في القناة وهو من ذوي السوابق القضائية رهن تدابير الحراسة النظرية مساء يوم الجمعة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة قبل ان يتعرض لازمة صحية استدعت نقله في حدود الساعة العاشرة والنصف من ليلة امس السبت الى المستشفى للعلاج حيث تلقى العلاجات الضرورية وتمت اعادته لمقر مصلحة الشرطة ثم اصيب على الساعة الثانية من صباح اليوم بعارض صحي استلزم نقله مرة اخرى الى المستشفى حيث توفي بعد ولوجه للمؤسسة الصحية وتم ايداع جتة الهالك حسب البلاغ بمستودع الاموات رهن التشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة فيما تم فتح بحث في الموضوع من قبل فرقة الشرطة القضائية بمدينة بنغرير تحت اشراف النيابة العامة المختصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة